بدوره أكد سيد عاطف سعداوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية خلال مداخلة مرئية في البرنامج أن الانتهاكات بحق العمالة الوافدة في قطر جزء يسير من عملية واسعة لانتهاكات النظام القطري لحقوق الإنسان بشكل عام أعتقد أن قضية الانتهاكات القطرية لحقوق العمال وحقوق الفئات المستضعفة أعتقد أنها تأتي جزءا من إطار كل في نظام لا يحترم حقوق الإنسان بالأساس أعتقد أن القضية قديمة لا توجد هناك أي قوانين تحمي حقوق المواطن وبالتالي منطقيا التي توجد قوانين تحقي حقوق العمال القضية قديمة لكن لم يتم لفت النظر إليها إلا بعد أن منحت قطر حق استضافة كأس العالم هذا ربما ما جعل الضوء يلقى على هذه القضية أرقام كبيرة من الانتهاكات لم تكن تجد لها وسيلة للظهور على وسائل الإعلام أو الكشف عنها إلا بعد أن تم منح قطر حق كأس العالم في 2010 الانتهاكات قديمة جدا لكن منذ ذلك التاريخ تحديدا بدأت أنظار العالم تتجه إلى هذه الدولة لا توجد هذه الدولة